إننا بنتكلم عن الكأس الجديدة أو الكأس السندي إحنا بس بيقول الجديدة ده لأنها يعني مش هي اللي إحنا بنلعبها لكن أوكي كأس الجديدة هل من الممكن إحنا نرى أن تحت كرة القدم يوافق على إن الكأس الجديدة أو للمفروض اللي هي السندي تلعب بقوائم السنة اللي جاية اللي هي المفروض اللي حتبدأ في العالم كله كمان شهر أو شهر ونص ده لو اتعمل كده هتبقى موجهة لنادي واحد بس أوكي مين؟ نادي الزمالك مش معنى نادي الزمالك أقول لحضرتك دلوقتي أنت القيد الأفريكي حيقفل حيتم فتحه من 1 أغسطس ل 15 أغسطس أوكي 15 يوم آه 15 يوم فأنت الدوري عندك هيخلص إمتى؟ هيخلص 30 أغسطس تمام وأنت خلاص هتفتح القيد للأهلي والزمالك والبرامدز والفيوتشر حيقيدوا اللعيبة في الأول 15 يوم وحيلعبوا مباراة دور الـ 32 لغاية شهر يناير باللعيبة الموجودة هييدوا كم لعب؟ 33 لعب كل نادي في أفريكيا إكبار إنه يقاية 33 لعب تمام ليه؟ لأن القائمة 40 لعب وإنت بيحق إليك لأي نادي إضافة 7 لعيبة في شهر يناير سواء بقى أنت أيدت 33 أو 32 أو واحد براحتك لكن إنت ملكش غير 7 لعيبة بس في يناير إذن والدور هيخلص 30 أغسطس يعني إنت مش هينفع تفتح القيد غير بعد 30 أغسطس طيب هتفتح باب القيد ليه؟ بعد 30 أغسطس إيه اللي هيخليك تفتح باب القيد غير إن أنت وإنت عندك بطولة كاس مصر اللي هي الجديدة هتنتهي اللي هي السنة دي؟ اللي هي السنة دي هتبقى مباراة نص النهائي ومباراة دور الأول دور الـ 16 أو دور الثمانية اللي هو دور اللي جاي هيتلعب في نص أغسطس والدور اللي بعد كده دور الثمانية ونص النهائي والنهائي هيكمله في شهر 9 فأنت لو فتحت القيد في شهر 9 يبقى أنت عايز نادي يعني عايز تستغل النادي معين الصفقات مين النادي ده؟ اللي فيه لعبة منه كتير هتمشي تحديدا أعتقد أنه هيبقى نادي الزمالك أشرف بن شارئي وأبو جبل طريق حامد وكل صراحة الناس دي هتمشي فأنت لو فتحت لهم باب القيد يبقى أنت بتحاول الناس هتقولك طب ما الكلام ده كان بيحصل في السنين اللي فاتت أبسط مثال سيقولك كان بيحصل السنين اللي فاتت بعد فترة كورونا حصل تعديل أنت بقيت بتأيد 40 لاعب وكان السنين اللي فاتت كان فيه الكيد الأفريكي والكيد المحلي كان مع بعض في نفس الوقت لكن السنة دي خلاص أنت عندك 14 يوم كل الأندي هتأيد فيهم اللعيبة يعني كل الأندي هتأيد فيهم اللعيبة لغاية 30 ثمانية من 30 ثمانية تبدأ بقى الموسم الجديد عندك في مصر فأنت لو فتحت لأ أنت لازم تفتح مع بداية دوري الموسم الجديد مش مع كاس مصر أنت لو فتحت في فترة كاس مصر دي يبقى أنت فتحها لأنديها معينة اللي هي وصلت لنص النهاية لو هو مثلا نادي الزمال عايز يستغل كده أن أنت فيه لعيبة عنده هتمشي يبقى أنت بتفتحه ما بقيت طيب ماشي صح ممكن يكون كده ولكن نفس الكلام برضو خليني معاك للأخ طبعا أنا مش موافع كلام اللي أنا بقوله اللي هو بتفتح أن الأهلي برضو هيبقى زي الزمالك ماشي بس النادي الأهلي اللي سكواد بتاعه سكواد محترم سكواد قوي عنده لعيبة قوية حتى لو مشى منه لعيبة أنت عندك على الأل 18 ولا 19 لعب فول تيم لكن نادي الزمالك بدلين برحة لأن نادي الزمالك لما يمشي منه لعيبة هيحتاج أنه هو يضيف صفقات يبقى أنت لما بتفتح له فترة الكويت في الفترة دي يبقى أنت عايز أنه هو يكمل نص النهاية والنهاية لو وصل نهاية عايزه يكمل بالصفقات دي إذن حكاية فتح باب القيط هتفتح الشبهات على اللجنة اتحاد الكورة أو لجنة المسابقات أنه أنت بتفتح لنادي معين وده برضو يعني خلي دايما هنا أسئلة تانية في هذا الإطار لأنه أنا بحاول أجيب الأسئلة اللي هو الآخرين هيسألوها هم هيسألوا يقولوا أن السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كنا مثلا بنفس الطاقة وردينا إن رات اتنين إن أقولك طبعا أنت الأهلي مستفيد الأهلي مستفيد لا الأهلي أنت الزمالك هايستفاد أكثر هل حاجة فانية يا كريم ممكن نسألها في سؤال مهم تفضل دلوقتي هل تم دفع 78 مليون جنيه المتأخرات لدى اتحاد الكورة آه ده بالنسبة للزمالك ماشي دي حاجة توصل الاتحاد